اشتري منتج من مكان معين ومن السوبر ماركت الفخم الكبير احنا شوية شوية لازم نغير الثقافة دي ده حقيقي وده واقع وده امر واقع ولازم نعتمد على ده فاحنا عندنا حاجات بديلة عندنا وسائل بديلة زي مثلا معارض اهلا رمضان يوم المعارض 23 شهر رمضان المبارض هيتم افتتاحه في ارض المعارض في مدينة نصر وندعي كل السادة المواطنين وندعي كل المواطن في تخفضات كبيرة جدا في كل السلعة الغذائية في عندنا 2000 عارض في كل الهايبرات الموجودة في عندنا بعض النهاردة احنا كنا في اجتماع طارق لبعض تجار التجزاء لابد يبقى فيه مبادرات ولابد يبقى فيه المواطن يشعر انه فعلا فيه حاجة بتحصل على الارض واقع وبتتغير للتحسن للإقفاض بعض الاسعار هو ده اللي احنا بنسعى اليه وبنقول لكل مواطن مصري ما تقنقش ما عندناش اي ازمة ما عندناش اي منتج فيه اي مشاكل بالعكس ده احنا عندنا مزيد من الانتاج عندنا مشاريع زراعية كبيرة جدا كل ده يأتي ان شاء الله بإذن الله بس احنا نتمنى من الله الحالة الجوية تستقر ويبقى ده هيؤدينا لزيادة المعارض والانتاج وده ان شاء الله بيبقى الصعود ان شاء الله يعني الاتجاه اللي جاي لانخفاض الاسعار مش لصعود الاسعار ان شاء الله مع الارتفاع هل يتوقع انه عفوا في معرض اهلا رمضان الاسعار هتبقى مخفضة بشكل محفوش؟ من 25-35% في بعض السلع ومن 20-25% في بعض السلع واحنا بنأكد على ده وبنقول اني يا ريت كل مواطن مصري إلجأ للمنافذ ومع القطاع الخاص إلجأ للأماكن المراقبة يعني احنا بندعو كل السادة المواطنين لو كل عمارة فيها التحاد يقول لك يتفضلوا ياخدوا من سوء الجملة وياخدوا بكميات ويبقى ده نوع من أنواع الادخار ويبقى انت خد احتياجات شهر بحد يعني البطاطسو النهاردة بتلاق تجنيasa 5 جنيه جملة رجاءا من الناس تأخذوا احتياجاتا تعالوا خدوا لو انتو عايزين اللمون من 5 جنيه ل 7 جنيه جملة يعني البصل من جنيه ونص الى 2 جنيه ونص غملة البصل لحمره بصل لاحمر الى 2 جنيه وغمية بنتمنى من الناس تعالوا خدوا احتياجاتكم وما يزيد عن احتياجاتكم بس رجاءا الناس تبقى فهمة ان ان احنا ما عندناش أزمة وما عندناش أي شيء يخوفنا ولا إلئنا ولا الحرب دي ربنا يا ربي نتمنى أن مصر تكون في أمان يارس الله الأرض ومن عليها ونتمنى من الشعب المصري نوايع كويس أن مصر محفوظة بحفظ الله مصر ربنا يدخلوها أمنين مصر إن شاء الله بإذن الله هتكون دولة عظمة وده اللي احنا بنتمنىه من خلال المشاريع القومية ومن خلال التعاون المسمر ما بين كل الأجهزة محدش بيشتغل في جزر من عزلة نحن عايزين نشتغل ونوصل رسالتنا المواطن خذ احتياجاتك لو أنت تكلفة المنتج بتاعك مش قادر تشتري جملة خذ احتياجاتك اليومية ما تخدش قد احتياجاتك عندنا مزيد من الانتاج نحن قادمين على هذه المواصم الصيفية وبنقول للناس كل سادة طيبين وحضرتك طيب بس خلينا برضو نأكد على المشاركين في المعرض عشان ناس كتير بتعتقد أنه المعرض اللي زي دي بيبقى فيها سلع محددة وسلع معينة أو سلع حتى يعني كل السلع الغذائية كل السلع الغذائية وكل المنتجات كل السلع الغذائية يعني احنا عندنا عارضين كتير عندنا شركات كتير طبعا شركات 2000 عارض 2000 عارض 2000 عارض أسعار الجملة وكان ده يعني معالي وزير التموين كان يعني ده كان كويس جدا بعض الشركات قالت احنا هنبيع بأسعار الجملة ومش يبقاش فيش أي هو مش ربح وده اللي احنا بنأكد عليه وان شاء الله بإذن الله يكون عندنا قدرة حقيقية نوصل زي ما احنا وصلنا في أزمة كورونا وأكلنا العالم كله في رمضان وفي أي حرب الحرب أوكرانية وروسيا هي ما فيش ددعيات حتى لو ددعياتها هتبقى ددعيات على مستوى العالم كله نعم ولكن مش الآن هيبقى فيه ارتفاع في بعض المستزمة الانتاج ومدخلات الانتاج لكن مش دلوقتي احنا فيه حاجات كانت مستوردة قبل هذه الحرب لابد نستعلم ده بأسعارها لابد تباع محدش يغالي في حاجة هو ده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي ولكن لكل حديث حديث ربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر وشعب مصر وقيادة مصر وجيش مصر